السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي أدهى مدحة عبد السلام من مدرسة فيكتري كولج ده عبارة عن تصميم لواحدة من أهم القلعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي قلعة قايد باي بدأ بناؤها عام 1477 ميلاديا 882 هجريا في عهد السلطان الأشرف أبو النصر سيف الدين قايد باي واستمر البناء سنتين مكان مهارة الإسكندرية القديمة تحديدا عند الطرف الشرقي لجزيرة فاروس ويبلغ طول القلعة 150 متر أو أقل أبو نعت على مساحة 17 550 متر مربع ويحيد بيها البحر من ثلاث جهات ولما قامت الصورة العربية والتي كان من نتائجها ضرب مدينة الإسكندرية يوم 11 يوليو سنة 1882 ميلاديا ومن ثم الاحتلال الإنجليزي لمصر تم تخريب القلعة وإحداث تصدعات بها وصلت على هذه الحالة حتى قامت لجنة حفظ الأثار العربية سنة 1904 بعمل العديد من الإصلاحات بها استدادا على الدراسات التي قام بها العلماء الحملة الفرنسية والمنشورة أيضا في كتاب وصف مصر أتمنى أن يكون حاز على إعجابكم وشكر